السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا الإسرائيلية في برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة نهاردة إن شاء الله حلقة جديدة حلقة خفيفة برضو زي ما اتفقنا في حلقاتنا الإسرائيلية اللي احنا بنتكلم عنها في تخصص الكهرباء أو التركيبات ومعدات الكهربية بالأخص والتعليم الفني في العموم إن شاء الله احنا في حلقاتنا السابقة كنا اتكلمنا عن مفهوم السلامة والصحة المهنية مفهوم الأمن الصناعي ويعرفنا نفرق بين الاتنين السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وكمان اتكلمنا عن كيفية أو وظيفة مسؤول السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية من المسؤول عن تنفيذها لقينا أنه كان المسؤول عن التنفيذ جميع المحيطين بالعمل أو جميع القائمين على العمل في المنشأة بداية من صاحب العمل أو صاحب المنشأة الصناعية أو مدير المنشأة الصناعية إلى أقل عامل فيه أو إلى آخر عامل حتى الحراسة الموجودة على المنشأة الصناعية كمان اتكلمنا عن الأمن الصناعي وفرقنا بين وبين السلامة والصحة المهنية وفهمنا أن السلامة والصحة المهنية هي بتتلخص في سلاس كلمات اللي هم توفير بيئة عمل آمنة تمام؟ توفير بيئة عمل آمنة أو بيئة العمل الآمنة اللي كان بيوفرها للسلامة والصحة المهنية كنا بنقول أن هي بتشمل جميع النواحي وجميع الصناعات وجميع المهن القائمة داخل المنشأة الصناعية لأن احنا اتفقنا أن كل منشأة صناعية هتلاقي فيها أكتر من مهنة حتى لو هي متخصصة في منتج معين أو في إنتاج منتج معين كانت بتلاقي برضو فيها الكهربائي فيها فني ماكينات فيها مسؤول مثلا عن الصرف مسؤول عن الغاز اللي موجود في المنشأة فبالتالي بلاقي جميع المهن أو غالبية المهن اللي موجودة في حياتنا موجودة داخل المنشأة الصناعية وعلشان كده كنا بنقول أن مسؤول السلامة والصحة المهنية هو مسؤول عن جميع الأعمال الداخلية أو داخل المنشأة الصناعية بداية من بدء الإنتاج لحد ما نوصل لتسليم المنتج أو تصديقه الأمن الصناعي هو كان بيتكلم عن المهنة بذاتها يعني الأمن الصناعي في التركيبات والمعدات الكهربية غير الأمن الصناعي في مثلا تخصص التشغيل على المكينات أو تخصص اللحام وتشكيل المعادل أو تخصص التبريد والتكييف أو الأجهزة الإلكترونية فكل تخصص ليه عوامل الأمن الصناعي الخاصة به نهارده إن شاء الله موضوع حلقتنا حاجة مكملة أو يعني هي داخل المهام اللي موجودة داخل المنشآت الصناعية أو آخر جزء في المنتج لما بنتكلم عن المنتج فإحنا كنا بنتكلم عن بداية من مرحلة شراء الخامات لمرحلة الإنتاج موصولا إلى مرحلة التخزين وأثناء التخزين بيبقى فيه عمليات تانية عمليات المنولة ونقل المنتج من مكان إلى آخر من قسم إلى قسم من خط إنتاج إلى خط إنتاج من خط الإنتاج إلى المخازن من المخازن إلى أرصفة المواني إلى أماكن التخزين الخارجي فلقينا إنه موضوع التخزين ما ينفعش يتفصل عن مفهوم السلامة والصحة المهنية لأنه أثناء عملية التخزين لو ما رعناش عملية السلامة والصحة المهنية أو قواعد السلامة والصحة المهنية لو ما تمش مرعاتها هيحصل أنه هيبقى فيه جاب كبير بين أو فيه صغرة أو فجوة كبيرة بين عمليات تأمين العمال والسلامة والصحة المهنية أو الأمن الصناعي داخل المنشأة وعملية التخزين فكان موضوع حلقتنا النهاردة حبينا أن احنا نتكلم عن التخزين وخاصة أن موضوع التخزين بيبقى احنا بنشوفه في حياتنا اليومية في كل مكان داخل المنشأة الصناعية داخل أي نوع من أنواع الشركات اللي موجودة عندي في البيت وعند حضرتك في البيت فيه عمليات تخزين بتحصل الطالب في المدرسة والتخصص بتاعه داخل القسم بيبقى فيه تخزين للعدد والأدوات هل التخزين والعدد والأدوات اللي موجودة في التخصص والمعدات اللي موجودة التخزين تم بشكل صحيح بصورة صحيحة ولا لا هل التخزين حصل بشكل يعني يحمي العمالة اللي موجودة ولا لا هل التخزين حصل بالشكل اللي يحفظها على المنتج ولا لا ودي أهم نقطة تمام أول حاجة هنتكلم عنها في التخزين هو مفهوم التخزين ونشوف مع بعض صورة هتوضح لي مفهوم التخزين أو عمليات التخزين اللي موجودة معنا أول حاجة مفهوم التخزين بيقول لي أن مفهوم التخزين بيعتبر التخزين أحد الوظائف الأساسية في أي مؤسسة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية وده اتفقنا عليه أن عملية التخزين موجودة في كل حياتنا العملية وحياتنا في المنازل بيبقى عملية التخزين دي موجودة في كل مكان قدام طيب تعريفه إيه؟ يمكن تعريف التخزين أو يمكن تعريفه بأنه عملية الاحتفاظ بالمنتجات إلى حين الحاجة لها بهدف المحافظة عليها وحمايتها من الظروف الطبيعية التي تسبب بعض التغييرات غير المروب فيها يعني إيه؟ يعني الكلام ده معناه أنه عمليات التخزين اللي بتحصل أو اللي احنا بنقوم بيها الهدف منها حماية أو حماية المنتجات أو تخزين المنتجات اللي احنا هنحتاج لها بعد كده سواء كانت المنتجات دي مستوردة أو بيتم استيراضها من الخارج أو بيتم إنتاجها في الداخل وزي ما بنشوف الدولة وعمليات توفير السلع الغذائية والمنتجات الغذائية والمادة الخام للمنتجات الصناعية وده كله بنشوفه في حياتنا العملية وبديسمعه في الأخبار كل يوم أن الدولة قدرت توفر من مخزون الأرز مثلا يعني كمية معينة قدرت توفرها ووفرت من مخزون السكر قدرت توفر كذا فده كله بيبقى داخل عمليات التخزين وعمليات التخزين زي الصورة اللي قدامنا دي كده بتوضح لي أن عملية التخزين لازم تكون بشكل معين وكمان بيبقى عليها أرقام تدل على نوعية التخزين أو نوعية المنتج اللي بيتم تخزينه تمام كده؟ طيب عوامل اختيار موقع التخزين عوامل اختيار موقع التخزين دي إحنا بتبقى يعني بتبقى إيه؟ في شوية شروط أو مجموعة من الشروط أو العوامل اللي بيتم اختيار عليها موقع التخزين ومن أهمها طبعا أنه يكون قريب من إما مكان التصنيع أو مكان التصدير ودي عوامل مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها ودي أهم نقطة نشوف كده معانا أول نقطة بتقول لي أهداف المغزن الأساسية يعني دي عوامل اللي أنا بختار مكان المغزن عليها أهداف المغزن الأساسية ودي بيندرج تحتيها بقى إذا كان الهدف خدمة العملاء يعني لو أنا المغزن ده هعمله لخدمة العملاء مثلا مغزن أجهزة كهربائية وهيطلع منه منتجات يومية فهنا يعني إذا كان الهدف من التخزين أو المغزن اللي أنا هعمله هنا في المكان ده خدمة العملاء يجب أن يكون المغزن قريبا من أماكن تواجدهم يعني لو أنا هعمل المغزن علشان هبيع منه منتج معين هيحصل فيه مثلا هل هو مكان لعمليات صيانة أو تقديم خدمة الصيانة فلابد أنه يكون قريب من أماكن تواجد العملاء أو المناطق سكنية بحيث أنه يقدم الخدمة في مكان محتاج الخدمة دي بحيث يقدم أفضل خدمة للمستهلك طيب أما إذا كان الهدف منه خدمة الإدارة الانتاجية فمن المفضل أن يكون المغزن بالقرب من دائرة الانتاج في المؤسسة يعني إيه برضو؟ يعني لو المغزن الهدف منه خدمة العملاء الانتاجية أو خدمة المصنع أو توهيد المادة الخام للمنشأة الصناعية فبالتالي المفروض المغزن يكون بالقرب من دائرة الانتاج في المؤسسة يعني يكون داخل المنشأة الصناعية أو مكان مجاور مبنى مجاور أخر تابع له المنشأة الصناعية طيب بعد كده رقم اتنين القرب من الطرقات الرئيسية القرب من الطرقات الرئيسية وده معناه إيه إنه لابد من وجود المغزن بالقرب من خطوط المواصلات لتسهيل عملية النقل ويقلل تكلفها ويقلل عدد الأيدي العاملة التي تنقل المواد المخزنة عند احتياجها في الحالة دي لابد إنه يكون المغزن أو المكان اللي أنا أحدده للمغزن لابد إنه يكون بالقرب من خطوط المواصلات ويكون كمان قريب من مكان الانتاج بحيث إن أنا أقلل في تكليف النقل والمواصلات في تكلفة الأيد العاملة اللي هتحمل على العربيات اللي هي مسؤولة تحميل اللي هي العمالة اللي مسؤولين على تحميل السيارات أو الكنتينر اللي بييجي يشيل المنتج سواء بقى قبل عملية التصنيع أو قبل عملية الانتاج أو في مرحلة بداية الانتاج أو في مرحلة ما بعد الانتاج اللي هي بتبدأ مرحلة تخزين المنتج النهائي أو تخزينه فيه أماكن اللي هيطلع منها لمرحلة التصدير أو البيع رقم ثلاثة توفر الأيدي العاملة علشان أعمل المغزن لابد أن أنا أفهم المكان اللي هعمل فيه المغزن لابد أن يكون قريب من المنطقة السكنية أو المناطق السكنية للحصول على أهم حاجة بقى اللي هي عندي الأيدي العاملة اللي بتبقى موجودة فيه مكان العمل أو المكان اللي أنا عايز أعمل فيه المغزن يبقى هنا لابد من دراسة السوق قبل اختيار موقع المغزن للتأكد من توفر أيدي عاملة مؤهلة للقيام بهذه العملية لأن عدم توفرها في مكان قريب من الموقع المختار سيؤدي إلى زيادة التكاليف بسبب اللجوء لإحضارها من أماكن بعيدة وده اللي بنشوفه في بعض الشركات وبعض المصانع بتبقى عاملة بتوفر وسيلة النقل والمواصلات وده بتبقى يعني عبق على الشركة وخاصة أن الشركة بتبقى في مكان مثلا بيبقى فيه المناطق الصناعية الجديدة في العاشر في اكتوبر في الأمريكين الصناعية اللي هي خارج الرقعة السكانية بيبقى أنه العمالة بتاعته بيضطر يوفر وسيلة نقل ومواصلات وده بتزود عليه العبق في تكلفة المنشأة أو تكاليف الإنتاج بتاعته أنه بيوفر وسيلة نقل ومواصلات للعمالة وبالتالي يعني علشان يقدر يحصل على العمالة وعلشان يقدر كمان يقدم مغريات للعمالة المهرة اللي موجودة ولابد أن عمالة المخازن تكون عمالة مؤهلة وعمالة مدربة على عمليات التخزين فبالتالي علشان يقدم مغريات ليهم علشان يقدم حوافز ليهم فبالتالي هو لازم يوفر لهم وسيلة نقل ومواصلات لأنه طبيعي أي عامل هيسأل أول حاجة على مثلا هل فيه وسيلة نقل ومواصلات للمنشأة الصناعية اللي أنا هشتغل فيها ولا لأ وده من أهم العوامل اللي بيطالب بيها العامل أو بيدور عليها العامل في وقتنا هزي بعد كده هنشوف مع بعض النقطة الرابعة توفير الخدمات الأساسية وهنا الخدمات الأساسية بيقصد بيها أنه لابد أن المنشأة الصناعية اللي موجودة عندي يكون متوفر فيها الخدمات الأساسية زي الميا والكهرباء وخدمات الصرف الصحي وكمان أن الكلام ده يعني عدم توفر الوسائل أو عدم توفر الخدمات الأساسية اللي موجودة بيؤدي إلى عدم قيام المغزن بمهامه الأساسية يعني كمان أنه عملية التخزين لما تحصل مش هينفع نعمل عملية التخزين في مكان ما فيهوش إضاءة جيدة في مكان ما فيهوش وسائل النقل اللي بتشتغل بالكهرباء يعني ما فيهوش أسانسير مثلا لأن أسانسير طبعا فيه أسانسيرات خاصة بعملية نقل المنتجات ونقل الخماد بتشيل أوزان كبيرة فمش هينفع نعمل مغزن ما فيهوش وسائل وفيهوش إضاءة جيدة ما فيهوش عامة مش متصل بخدمة الكهرباء ما ينفعش برضو أعمل مغزن ما فيهوش ما قدرتش أحصل على خدمة المياه أو الماء للمنشأة الصناعية وخاصة لو المنتج بيحتاج المياه أثناء الخدمة وغير المنتج كمان العمالة اللي موجودة العمالة اللي موجودة والأيد العاملة اللي موجودة فيه المنشأة التخزينية أو المغزن اللي موجود عندي أو اللي أنا بفكر أعمله العمالة دي عايزة بتستهلك مياه أثناء اليوم وأثناء وقت العمل المحدد للعمل وطالما بستخدم المياه فلابد من خدمة الصرف الصحي للإحتياجات الشخصية للعمالة وطالما هستخدم المياه لابد من توفير خدمة الصرف الصحي في المنشأة التخزينية ودي من أهم العوامل لإنجاح مكان المغزن أي شركة بتدور على مكان تخزين وخاصة أننا دلوقتي بنلاقي أن بعض الأشخاص اللي لديهم مساحات شاسعة من الأراضي بيقوموا ببناء أماكن تخزينية أو مخازن فارغة بيبنوها بيأهلوا مغزن بيبقى عنده مغزن واثنين وثلاثة للإيجار أنه هو بيعرضهم للإيجار أو بيعرضهم للبيع فبالتالي أنه لو ما فيهوش مياه أو ما فيهوش كهرباء أو خدمة الصرف الصحي فبالتالي الأفراد الآخرين أو المنشآت الأخرى اللي فيها الخدمات دي هتكون فرصة بيعها أكتر وفرصة إيجارها وفرصة استخدامها أكبر وتلهف الشركات والمنشآت الصناعية على المخازن اللي من النوع ده طيب بعد كده تكلفة المغزن وتكلفة المغزن هنا بتبقى أحد العوامل المحسوبة في التكاليف يعني تكلفة المغزن وأخذ بعض التكاليف بعين الاعتبار أهمها تكاليف الأرض والبناء والإيجار والضرائب والرسوم والتمويل والتصريح التي يحتاج إليها المغزن علشان تعمل أي مغزن لابد أنه بيكون يعني في مجموعة من التصريح لابد الحصول عليها ومجموعة من الإجراءات لإنشاء المغزن أو بناء المغزن كمان قانونية الأرض اللي مبني عليها المغزن هل هي أرض زراعية أو أرض للبناء داخل مساحة الرقعة السكانية ولا هي تبع الرقعة الزراعية علشان لما أجي أبني فيها المغزن بتاعي أو أقوم ببناء المغزن بتاعي ما يبقاش عندي مشاكل بعد كده مع الدولة أن أنا أهضرت في الرقعة الزراعية وبالتالي أنه بخش بقى في مواضيع بدخل في مواضيع تانية اللي هي مسألة أمام القضاء أني أهضرت في الرقعة الزراعية كمان أهم حاجة أنه تصريح البناء وتكاليف الأرض لابد أنه وأنا بعمل المغزن بتاعي أو علشان أنشئ المغزن بتاعي لابد أنه أحسب تكاليف الأرض تكلفة الأرض سعرها كام أنا الأرض دي هتكلفني إيه في شراءها وكمان في بنائها وخاصة أن هي لو أرض غير صالحة للبناء لو فيها مثلا أرض لو هي طربة بتاعتها طربة صخرية فتكلف يعني عملية البناء هتبقى صعبة عليها شوية هتستهلك معدات تقيلة بحيث أن هي تعمل لي الأساسات اللي موجودة للمغزن كمان بحسب الإيجار لو أنا هأجر والضرائب والرسوم اللي هتبقى موجودة على المغزن خاصة أن دي بتبقى منشآت صناعية أو تجارية وبتبقى عليها بتبقى مشروعات ربحية ده المقصود من الكلام أن هي بتبقى مشروعات ربحية الموضوع المخازن دوت وكمان بيبقى تحت طائلة موضوع الضرائب ومسئولية الضرائب والرسوم والتمويل والتصريح الخاصة به بعد كده المناخ المناخ بالنسبة لي طبعا بقول لي من خلال وجود قدرة قدرة على التحكم بدارة الحرارة والرطوبة والتهوية والأترب والدخان داخل المغزن هنا الأصد أن أنا أعمل توفير بيئة عمل آمنة وهنا بقى نربطها مع مفهوم السلامة والصحة المهنية لما هنربطها مع مفهوم السلامة والصحة المهنية إحنا كنا اتكلمنا فيه السلامة والصحة المهنية وقلنا أن من ضمن قواعد السلامة والصحة المهنية اللي هي ترتيب وتنظيم وتنظيف مكان العمل اللي هو كنا بدخلنا فيه موضوع التهوية والإضاءة في مكان العمل توفير الإضاءة اللازمة توفير التهوية اللازمة كمان إنه الإضاءة اللي بدور عليها ما تعملش ما تكونش متسببة في وهج في الإضاءة أو حدوث إبهار في العين اللي بيأثر على العمالة من وقت لآخر أثناء العمل وكمان إنه ضارة الحرارة والرطوبة أو العوامل الجوية المحيطة بالمنشأة الصناعية أو المنشأة التخزينية اللي هي المغزن اللي عندي لابد إن أنا أراعي كل الكلام ده وبيتلخص كل ده في كلمة المناخ اللي هي العوامل الجوية من حيث الرطوبة والحرارة وكمان التهوية داخل المنشأة لو التهوية يعني جيدة بالموضوع النوافذ والشبابيك والفتحات اللي بتبقى موجودة للتهوية ما فيش مشاكل لكن ولا يعني أحيانا بيبقى المخازن اللي موجودة بيبقى فيها نوع من الأتربة نوع من الغبار فبنحتاج لوسائل تهوية أخرى اللي هي زي الشفطات مثلا يبقى فيه شفطات تجيب لي هوى نظيف من بره وشفطات تسحب الهوى اللي محمل بالغبار للخارج بحيث أن العمالة اللي موجودة جوه ما يحصلهاش أي تأثر بسبب العوامل الجوية والمناخ المحيط نتفقنا أن كلمة المناخ شاملة كل حاجة بقى داخل المنشأة التخزينية أو المنشأة الصناعية طيب بعد كده الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لي أنه عملية التخزين ما بتبقاش يعني الموضوع بقى استحدث والموضوع بقى فيه تطوير في عمليات التخزين ما بقاش أن العمالة تيجي تشيل على كتفها وتحمل وتنقل وترص والموضوع ده الموضوع بقى مختلف كل يوم والتاني بيطلع موضوع جديد وتطوير جديد في عمليات التخزين وكمان وسائل المنولة اللي هنتكلم عنها بعدين يعني في نهاية حلقتنا في الجزء الأخير من الحلقة هنتكلم عن عمليات المنولة أو منولة المواد الخام أو المواد المصنعة أو المنتج بشكل عام وعمليات تخزين وما بتبقاش عمليات المنولة بالأيدي بعد كده بنتكلم عن القوانين والتشريعات القوانين والتشريعات هنا لابد أن يكون مطابقا للقوانين في المنطقة الموجودة فيها يعني ما جيش في منطقة صناعية في منطقة سكنية أعمل مغزن لمواد مشعة مواد ضرة ماينفعش في منطقة سكنية أن أنا أعمل أعملية التخزين بتاعتي غير متابقة للمنطقة اللي موجود فيها يعني هل المنتج اللي أنا بخزنه حيكون ضار بالبيئة حيكون ضار بالرقع السكنية الناس اللي هم السكان المحيطين بالمنطقة ولا لأ وبالتالي أغلب المغازن اللي احنا بنشوفها بتبقى على الطرق الرئيسية والمناطق الصناعية والمناطق الصحراوية بتكون أفضل أن أنا أعمل المخازن هناك أولاً بتبقى المساحة كبيرة والأرض بتبقى رخيصة وكمان يعني تكلفة الأرض بتبقى قليلة وكمان أنه يعني تحت أي ظرف ممكن يحصل من المخزن في عملية حفاظ على الرقع السكانية أو أننا حفظنا على الرقع السكانية وصحة الأشخاص أو صحة المواطنين المحيطين بمنطقة التغزين أو المغزن بعد كده عندي نقطة مهمة القرب من المخازن الأخرى وامتلاكه للإمكانيات والخدمات التي تؤهله لمنافسة المخازن المحيطة به وده عامل مهمة قوي وأنا بحدد المكان اللي هنش فيه اللي هيتم فيه إنشاء المغزن بيكون أنه لابد أن أنا أشوف أن المغزن هل المغزن اللي بعمله ده يعني موافق أو مطابق للعمليات الصناعية اللي هتبقى مجاورة ليه ولا لا هل المخازن الأخرى اللي حوالي بتقدم نفس الخدمة اللي أنا بقدمها ولا لا يعني المخازن الجنبي أو المحيطة بيه في المنطقة الصناعية اللي موجودة هل المخازن دي بتوفر وسيلة نقل ليه المنتجات يعني عندها العربيات النقل الكبيرة اللي هي تقدر تروح توفر لخدمة أنها تجيب من المصنع أو الشركة أو خطوط الإنتاج وتجيب لي تحط في المغزن هنا أحيانا بعض المخازن بيبقى فيها خدمة النقل بتقدر تنقل المنتج لصاحب الشركة اللي هتأجر المغزن بتقدم له خدمة زي دي بتقدم خدمة المياه خدمة الكهرباء خدمة الصرف الصحي زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها وأهم حاجة إن هي تكون العوامل اللي موجودة داخل أو الحاجات اللي هي موجودة في المغزن اللي هي الحاجات التطويرية في المغزن اللي هي مثلا امتلاكه لإمكانيات اللي موجودة دي بتؤهله إن هو يكون منافس جيد في المنطقة المحيطة بي على عمليات التخزين والمنشآت التخزينية طيب بعد كده إحنا بنتكلم عن نقطة مهمة تصميم المغزن أو تصميم مبنى المغزن تصميم مبنى المغزن ده بيبقى لي عوامل أخرى لابد من حسابها جيدا عملية تصميم المغزن دي بخطوة يعني خطوة تانية بتيجي أو بنقدر نقوم بيها بعد اختيار الموقع يعني احنا في اللي احنا قلناه ده كله كنا بنقول على أي أساس نختار موقع التخزين يعني احنا في الخطوات السابقة اختارنا موقع التخزين حددنا المكان هل هو قريب من المناطق الصناعية ولا لأ هل هو على رقعة زراعية تسبب لي ان انا اكون تحت طائلة القانون ولا لأ هل انا يعني المغزن بتاعي هيقدر ينافس المخازن اللي موجودة من نفس النوع بتاعي ولا لأ هقدم خدمة شكلها ايه في خدمة نقل وموصلات في مثلا خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء فيه أسنصير فيه أوناش فيه لوادر فيه آلات رفعة موجودة فيه المغزن ولا لا هل المغزن بتاعي هيبقى طابق أو طابقين أو ثلاثة ده اللي هنشوفه فيه خطوة التصميم بتاع المخازن يبقى احنا اتفقنا خطوة تصميم المغزن دي بتأتي أو خطوة بتأتي بعد اختيار الموقع المناسب وتهدف الى وضع المواصفات الهندسية التي تتناسب مع طبيعة عمل المغزن تمام نشوف مع بعض دي صورة لأحد المخازن وقلنا قبل كده ان الصورة دي بتوضح لي يعني ده من الصورة الواضحة قدامنا ان دي مصنع أو خط انتاء أو مغزن لشركة بتعمل سوسة السيارات وهي واضح ان هي سيارات النقل التقيل والمهم قدامنا هنا ان عملية التخزين بتبقى عملية مرتبة عملية منظمة فيه ارفف فيه الارفف هي قادرة ان هي تشيل المنتج اللي يتحط عليها لو احنا وغدين بالنا فيه ترقيم موجود على الارفف او الطرقات او المكان اللي مخزن فيه الارقام دي بتبقى معبرة عن نوع المنتج او مثلا رقم المنتج عند الشركة او نوع المنتج عند الشركة اللي هتيجي تاخد المنتج من المغزن بعد عملية تخزينه لوقت الحاجة يعني طيب اول حاجة عندي فيه تصميم المغزن اول حاجة بنتكلم فيها المساحة المتوفرة لاقامة المغزن عليها لابد ان انا علشان اعمل مغزن يعني المغزن بيبقى حسب نوع المنتج اللي هيتخزن فيه يعني احيانا بنلاقي انه بعض المخازن اثناء بيعها او اثناء عرضها للبيع وعمل الدعاية عليها بيتقال فيه الدعاية انه مغزن يصلح لمنتج كذا ومنتج كذا ومنتج كذا بيتقال في الدعاية انه هو مغزن مجهز بكذا مجهز بخدمات التبريد او انه هو فيه تكييف انه هو فيه تلاجات يبقى المغزن ده لابد انه هو المساحة المتوفرة بتبقى على العوامل اللي انا هشتغل عليها على نوع المنتج اللي انا هقبله للتخزين فيه المنطقة دي وعملية السعة التخزينية للمنتجات بعد كده الارضيات وتحملها للأسقال الكبيرة ودي نقطة مهمة قوي احنا بنشوفها فيه المخازن بيبقى انه بنشوف في كل المخازن ان فيه لوادر فيه او ناش بتدخل تشيل من بتجيب من العربيات او سيارات النقل التقيل من برا وتدخل اللوادر العربية ما بتقدرش تدخل فبيدخل اللودر او الجليدر او اللي هي آلة النقل او آلة الرافع اللي موجودة عندي سواء بقى لوادر او ناش ايا كان نوعها بتدخل في ارضية المغزن وكمان لو العربية اللي هي جايبة المنتج من المنشأة الصناعية او من المصنع بتيجي تدخل جوه المنشأة التخزينية او داخل المغزن فبالتالي الارضيات بتاعة المغزن لو مش متصممة بشكل يتحمل الاسقال التقيلة زي اللوادر والاوناش وسيارات النقل المحملة باحمال تقيلة فهيحصل هبوط في ارضيات المغزن وان حصل هبوط في ارضية المغزن مكان سير السيارات احنا ممكن مع الوقت هنلاقي انه بيحصل ميل في المنتجات المخزنة لانه مرة مع مرة العربيات مع دخولها سيارات النقل مع دخولها اللوادر والاوناش مع الدخول وسائل النقل الداخلية اللي موجودة داخل المغزن لما يحصل هبوط فيه الارض ومع الوقت هنلاقي انه المكان اللي فيه اللي انا كنت مرتاح ومتطمن انه مكان التخزين ده مش هيحصل فيه اي مشكلة ده انا فاكر انه انا عامل الارضيات وعامل بقى ارضيات خرصانية وكلام من ده انه هو انا يعني معتقد ان الارضيات دي لا هتوفر بيئة عمل امنة او او هتوفر سلامة المنتجات اللي موجودة مع الوقت بلاي ان العربيات واللوادر والوسائل الداخلية وسائل النقل اللي موجودة داخل المنشأة بتعمل هبوط مكان سرها في المنشأة مع الوقت بلاي ان مكان المنتج نفسه بيحصل فيه ميل مع الوقت ممكن تحصل مشكلة نرجعها لمسئول السلامة والصحة المهنية نقول بقى ايه هنا مهمة مسئول السلامة والصحة المهنية احنا بنحاول يا جماعة نربط التخزين بالسلامة والصحة المهنية تمام هنا يجي دور مسئول السلامة والصحة المهنية لما حصل وشاف الهبوط في الأرضيات إيه اللي هو مكان عجل العربيات واللوادر بيحصل هبوط وكلام من ده بتبقى معلمة في الأرضيات مسؤول السلامة والصحة المهنية هو المفروض بيتابع الكلام ده بمجرد ملاحظ أنه فيه هبوط في الأرضيات أو فيه أثر علامة موجودة تؤدي بعد كده لحدوث هبوط في أرضية المغزن بالتالي بيوجه على طول إدارة المغزن أو إدارة المنشأة الصناعية أن في المغزن الفلاني والله حصل كذا 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 بعد مرور السيارة أو بعد دخول حمولة كذا أو بعد تفريغ سيارات النقل اللي جاية من المنشأة الصناعية أو من المصنع عندنا جات فرغت في المصنع فحصل هبوط في الأرض لأنه هو لو ما خدش باله أو لو سكت عن الكلام ده لأن احنا قلنا أنه سلامة وصحة مهنية هي بيئة عمل آمنة يعني أفراد ومعدات ومنتجات تمام كده يعني لما بنتكلم عن السلامة وصحة مهنية لما بنتكلم عن 3 عناصر أفراد اللي هي العمالة معدات اللي هي الماكينات اللي موجودة عندي الماكينات والآلات والمعدات اللي هي اللوادر وكل الحاجة اللي موجودة عندي وكمان المنتج المنتج اللي بصنعه ما أنا عايزة حافظ على سلامته لحد ما يطلع عمليات بيعه أو تصديره عايزة حافظ على المعدة الجرارات اللي موجودة أو اللوادر والسيارات اللي موجودة عايزة حافظ على سلامتها فبالتالي مسئولية مسئول السلامة والصحة المهنية أو مسئولية قطاع السلامة والصحة المهنية فاحنا بنحاول نربط ما بين عمليات التخزين والعمليات اللي هي خاصة بمسؤول السلامة والصحة المهنية وخاصة ان حلقاتنا اللي احنا بنتكلم فيها هي حلقات تنورية إسرائية ان احنا بنوجه لنقطة معينة ممكن تحصل ممكن نكون مشواردين بلنا منها فده بيحصل وده بنشوفه في المنشآت الصناعية والمنشآت التخزينية وبنشوفه على الطرق الرئيسية بيبقى فيه اماكن لعلامات السيارات وده كان نتيجة انه فيه سوء تصريف او سوء تنفيذ للمنطقة دي من الاسفلت او من الطريق تمام؟ نرجع لموضوعنا اللي هو داخل المنشآة والارضيات وتحملها للأسقال مسؤول السلامة والصحة المهنية لما بيلاحظ ان فيه الارضيات حصل فيها مشكلة بيرجع للمنشآة الصناعية او لإدارة المغزن يبلغ انه والله انا عندي في المغزن الفلاني في الجزء الخاص بتخزين كذا حصل ان فيه هبوط في الارضيات بتبدأ الشركة تهتم بالموضوع لانه لو ماهتمش بالموضوع ودي مسؤولية السلامة والصحة المهنية اللي هو بدوره بيوجه انه لابد من اصلاح المشكلة دي لو ما حصلش الاهتمام بيها مع الوقت قلنا انه هيحصل ميل للمنتجات اللي تم تخزينها فبالتالي تقع من يعني هي بتبقى مرصوصة على ارفف او مرصوصة فوق بعضها بتبقى بارتفاع ارتفاعات عالية فبالتالي ان هي ممكن يحصل الميل وممكن يحصل انهيارها او سقطها اثناء مرور احد العمالة او احد العمال او بعض العمال اثناء قيمهم بتخزين منتج اخر ده بيميل عليهم ويقع عليهم وده بنشوفه في المنشآت الصناعية او المنشآت التخزينية اللي هو بسبب سوء التخزين بسبب سوء التخزين تمام النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده بيقول لي انواع الابواب والاعمدة انواع الابواب والاعمدة عندي لابد اني اكون الابواب اللي موجودة عندي أبواب تصلح لعملية التأمين جيد أن الأبواب تكون أبواب جيدة للتأمين دي نقطة كده كده احنا بنعمل الأبواب لتأمين المغزم طيب النقطة التانية في الأبواب النقطة التانية في الأبواب إنه احنا عندنا جزئين في العنصر ده بنتكلم عن حاجتين الأبواب والأعمدة الأبواب اللي موجودة غير إن هي مسؤوليتها عملية الغلط المحكم على المنتجات داخل المغزم وعدم تعرضها للصرقة كمان انه الابواب الي موجودة دي هلها تسع يعني مسحتها تسع انه العربيات اللي هي بتيجي بالمنتج سيارات النقل اللي بتيجي بالمنتج تقدر تخش من الابواب دي داخل المنشأة تدخل داخل المنشأة ولا لأ هل الابواب دي تسمح انه يكون فيه ارتفاعات سيارات محملة حمولة بارتفاع كبير تقدر تدخل داخل المنشأة التخزينية دي حاجات لازم نأخذ بالنا أثناء تنفيذ الأبواب والمداخل للمنشأة التخزينية أو اللي احنا بنقول عليها المخازن طيب الأعمدة الأعمدة اللي موجودة داخل المنشأة التخزينية بنلاحظ أنه ممكن المنشأة التخزينية ما تكونش بناية يعني ما تكونش مبنى مكون من طابق أو طابقين أو اللي هي يعني ما يكونش المخزن مبني بالطوب تمام لأن احنا بنشوف مخازن عبارة عن جمالونات وهنجر موجود فبيبقى عملية التخزين أو عملية بناءه بتبقى عن طريق بعض الأعمدة اللي هي بتبقى موجودة بحيث أن هي تشيل الجمالونات اللي هتشيل الغطاء بتاع الهنجر اللي موجود عندنا في المخزن ده نقطة مهمة أنه الأعمدة اللي هتبقى موجودة دي ما تكونش فيه مصار يسبب مشكلة أثناء دخول سيارات النقل أثناء مرور اللوادر وعملية التخزين تكون الأعمدة بمسافات متبعدة كافية اللي هي تسمح بحرية الحركة لوسائل المنولة الداخلية خاصة أن أنا بيبقى عندي أوناش خاصة بعملية التخزين لوادر خاصة صغيرة داخل المنشأة خاصة بعملية التخزين فلابد أن أنا يكون عندي الأعمدة اللي موجودة داخل المنشأة التخزينية تكون بالشكل اللي يديني حرية المنورة والحركة داخل المنشأة لأنه إحنا بنشوف أنه ممكن يكون فيه نوعين من أو اثنين من اللوادر أو الأوناش واحد جاب من العربية ودخل يحط الحاجة في مكانها المناسب أو المحدد لها ولودر تاني كان حط الحاجة وراجع اللي اتنين هيقابلوا بعض لابد أن المساحة تسع أو الطرقات تسع الكلام ده فلو أنا مش محدد أماكن العمدان وده في تصميم المنشأة أو في تصميم المغزن وده تابع لهيئة أو المهندس أو المقاول اللي نفز لي المغزن لازم يكون عنده دراية بالموضوع ده لازم يكون عنده دراية أن المغزن ده هيبقى فيه عربيات هتدخل فيه وسائل نقل ومنولة داخل المغزن هتتحرك فيه عمالة هتتحرك لابد أنه هو يكون مراعي الكلام ده كله بعد كده نشوف النقطة التانية النقطة التانية الطلاق واللمسات الجمالية الأخرى يعني بيبقى عندي فيه المغزن لابد من أنه ما يكونش مبني على الطوب وخلاص ويتساب على الطوب اللحمر كده ونقول له ده مغزن أنت مش محتاج أنه هو يكون بشكل جمالي يعني فلا ده هيبقى من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها أو بنصممها فيه المغزن الدهانات والطلاق واللمسة الجمالية اللي هو يعني احنا بشنقول لك يعني ما بيتعملش سبونشات يعني في المغزن ولكن بيبقى عملية دهان وطلاق للأعمدة وخاصة إن لو المغزن دوت عبارة عن اللي هو اللي احنا بنسميه الهنجر أو قايم على جمالونات حديدية وأعمدة حديدية ده بيتطلب مننا إن احنا نعمل عملية الدهان والطلاق بمواد عازلة للغطوبة وتمنع الصدق والتأكل لأعمدة والجمالونات دي بعد كده عدد الطوابق عدد الطوابق ده احنا بنقول إنه بالنسبة لعدد الطوابق اللي موجود هل أنا يعني عدد الطوابق ده بيبقى حسب نوع المنتج اللي هيتخزن ولو اتكلمنا عن نوع المنتج اللي هيتخزن هل أنا هخزن مواد غزائية هل المغزن ده هيبقى خاص بمواد أو منتجات ميكانيكية أو يعني قطع غيار أو مغزن خشب أو مغزن ملابس أو يعني حسب نوع المنتج حيتم تنفيذ الطوابق لإن احنا قلنا في نقطة سابقة قلنا إنه لما بنجي نعمل دعاية للمغزن احنا بنقول إن المغزن يصلح لكذا وكذا 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 يصلح لتغزين مثلا المواد الغزائية يعني طالما قلتلي إنه يصلح لتغزين المواد الغزائية يبقى أنت ضمنيا بتقولي إنه هو فيه وسائل تبريد وتكييف فيه التلاجات خاصة بتغزين المنتجات والأطعمة والمنتجات الغزائية المادة الخام للمنتجات الغزائية ده يعني بيبقى في الدعاية بيتقالي الكلام ده هنا في عدد الطوابق اللازمة حسب نوع المنتج أنا هعمل الطوابق حسب الوسائل النقل والمنولة اللي موجودة أنا ممكن أستغنى عن موضوع الطوابق طالما عندي اللوادر والأوناش أو وسائل النقل الداخلية أو المنولة الداخلية اللي تخليني أو تمكنني إن أنا أقدر أخزن في ارتفاعات ومحتاجش أعمل أدوار زي الصورة اللي احنا شفناها كانت بتقول إنه التغزين كان بيتم على ارتفاعات عالية الشكل العام للمغزن النقطة الأخيرة اللي هي الشكل العام للمغزن بيكون هل أنا هعمل المغزن ده عبارة عن بناية مبنية بيئة الطوب والمواد البناء يعني وأجي بعد كده إن أنا أعمله عمليات الدهان والتشطيب بقى اللي هي عمليات المحارة والدهان والعمليات اللي بيمر بيها لأي مبنى ده بيبقى خاص بي الشكل العام هل أنا هعمل المنشأة التغزينية الخاصة بي دي أو المغزن بتاعي هل أنا هعمله يعني بشكل هنجر يبقى المادة اللي هتبقى موجودة قدامي أو الخمات اللي أنا هشتغل بيها هتحتاج إن أنا أزبط شكلها العام أو أهندم من شكلها العام أثناء التنفيذ والتصميم وده بيبقى مسئولية المهندس المسئول أو المقاول المسئول على بناء المغزن الشكل العام ده بيدي أو بيدي انتباع عن إن المغزن صالح للاستخدام أو صالح للمنتج اللي الشركة جاية تأجر المغزن عليه أي شركة بتيجي بتبقى محتاجة مساحة تغزينية أو مساحة محتاجة مغزن تخزن فيه المنتجات يعني مثلا لو بصنا على مخازن السيراميك هي مش محتاجة أدوار لأنه هي بتبقى عبارة عن كتل بتتحط أو بلوكات بتتحط في أماكن بيجي لوادر تشيلها فلا هي محتاجة أرضيات مجهزة بشكل معين هي بتحتاج أرضية مستوية بحيث إنه هو ما يبقاش فيه تلف فيه البلطات أو السيراميك اللي موجود ده أحد المخازن يعني ما بحتاج لهش إنه يكون له سقف كمان يعني يعني ممكن بعض المخازن اللي بنشوفها بتبقى مساحة فضاء بيتحط فيها السيراميك بلوكات وكل نوع في مكان مثلا الخشب مخازن الخشب أي شركة بتدور على مغزن خشب أول حاجة هتدور عليها إنه هو يكون متأمن من العوامل الجوية صح كده يكون ليه سقف عشان الأمطار أمطار ما تنزلش على الأخشاب فالخشب يتشبع بالمياه فتبقى فيه مشكلة يحصل تلف فيه الأخشاب اللي موجود كمان بيبقى محتاج إن المخزن يكون متأفل بشكل كويس بحيث إن العوامل الجوية رطوبة واللي هي العوامل الجوية في الصباح وشبورة وكلام من ده وسقوط اللي هي الرطوبة والحاجات اللي موجودة في العوامل الجوية والأتربة على الأخشاب فاتأثر على الأخشاب لو أنا شركة مواد غزائية لابد إن أنا بدور على مغزن يكون متوفر فيه وسائل تبريد وتكييف يكون فيه تلاجات يكون متأفل كويس متأمن كويس فيه عمليات نظافة باستمرار الأرضيات والحوائط معمولة بشكل معين بحيث إن أنا بخزن مواد غزائية مواد بخزن أطعمة فلابد إن المكان يكون نظيف بشكل فوق العالي خالص ده كان عمليات التصميم وتصميم المنشأة التخزينية والمغزن مهمة إدارة المغزن مهمة إدارة المغزن أي مغزن بيبقى فيه إدارة فيه عمالة وفيه مشرف للتخزين وفيه مسؤول عن منتج يعني بنلاقي في بعض المخازن كل منتج بيبقى مسؤول عنه بعض الأشخاص أو بعض العمالة هي اللي بتحمله فيهم واحد هو المسؤول عن معرفة لو هي مواد غزائية مثلا متابعة الصلاحيات فيهم فرد مسؤول عن متابعة الكمية المخزنة هل فيه مكان فضي ولا لا نجيب من المصنع اللي هو نقدر نخزن كمية إضافية ولا لا هل يعني يعني بتبقى بيبقى داخل المغزن بيبقى فيه مجموعة من العمال أو الإداريين موجودين داخل المصنع وهنا يعني في بعض الصور هتوضح لنا أنه عمليات التخزين وده كده شكل من أشكال المخازن اللي موجودة وزي ما قلتلك أنا ممكن محتاجش أنه أنا أعمل المغزن طوابق يعني ممكن محتاجش أنه أنا أقول أن المغزن هيبقى دور 2، 3، 4 يعني الكلام ده بيبقى مش في كل الصناعات مش في كل المنتجات اللي أنا بحتاج أخزنها بحتاج دور و2 و3 مش في كل الصناعات لكن هنا قدرت أستغنى عن الأدوار وأعمل عملية تخزين رأسية تمام باستخدام الأرفف والجملونات اللي موجودة قدامنا دي والسقلات اللي موجودة قدامنا يعني أرفف على سقلات وجملونات ده بتوفر لي في المساحة التخزينية وكمان بتخليني أقدر أقول أنه المنتج الفلاني المنتج معين في منطقة معينة تمام حسب أولويات الاستخدام وحسب الحاجة إليه المخطط اللي قدامنا ده بيقول لي مهمة ووظيفة إدارة المغزن إدارة المغزن بتبقى مسؤولة عن يعني إحنا قلنا من شوية قلنا إيه قلنا إن داخل كل مغزن في عمالة في عمالة خاصة بالتخزين عمالة تشيل ويعني بيجيبوا من العربات ويرصوا في أماكن التخزين أو ده لو كان التخزين يدوي أو لو أن أنا عندي معدات وآلات ميكانيكية اللي هي بتوفر لي العمليات التخزين زي وسائل المناولة اللي احنا نتكلم عنها برضو لاحقاً هنا عندي أول حاجة التحقق يعني إحنا يعني ممكن تفتكر نبدأ مهمة إدارة المغزن منين يعني لو بدأناها من هنا تسجيل المغزون طب ما هو أنا عايزة تحقق الأول من مستوى المغزون تمام لو بدأناها من هنا إدارة المسترجعات لا ده إدارة المسترجعات دي لو بعد المنتج ما تخزين يبقى لازم هنا أول وظيفة لإدارة المغزون أو إدارة المغزن الإدارة اللي موجودة فيه المغزن بيبقى اللي هو بنسميه أمين المغزن تمام بيبقى إيه التحقق من مستوى المغزون الأول بيشوف هو عنده مغزون قد إيه من المنتج الفلاني تمام طيب بعد كده تسجيل المغزون الجديد يعني هل هو لما تحقق من مستوى المغزون عرف إنه هو عنده مساحة تخزينية تكفي إنه هو يستقبل منتج إضافي ولا لأ ولما لأ إنه هو عنده مساحة تخزينية تستحمل أو تسع إنه يستقبل كمية أخرى لتخزينها بدأ إنه هو يستقبل الكميات المنتجات اللي جاياله من المنشاقة الصناعية أو المصنع بتاعه ويبدأ يسجل المخزون هيبدأ يسجل هو دخل من المنتج الفلاني كل منتج دخل منه قد إيه تمام ويبدأ يوزع المنتج على الأماكن التخزينية الصحيحة بتاعته هل المنتج ده محتاج تلاجات المنتج ده مش محتاج تلاجات فيبدأ يدخل كل منتج في مكانه هل المنتج ده بيتسحب على طول في المصنع يعني لو مغزن ده مغزن للمواد الخام هل المادة الخام دي معينة في مادة من المواد بتتسحب باستمرار يوميا في المغزن أو أسبوعيا للمنشاقة الصناعية فبالتالي بيحطها في مكان قريب من المناولة على طول اللي هو يبدأ يطلع على طول من المنتج ده باستمرار فمش هيدخل يجيب من آخر المغزن ويرجع يوميا لا ده بيحطه في مكان قريب من الخروج اللي هو يبقى سهل نقله لأنه هو بيتنقل كل يوم بياخده منه كل يوم بعد كده جرد المغزون بيبقى عنده مسئولية أنه هو يراجع الكمية المخزنة أو كمية التخزين اللي عنده أو بيعمل جرد بالعمية كده بقى إيه جرد على المغزن بتاعه يشوف هل فيه منتجات نقصة هل فيه منتجات الصلاحية بتاعتها خلاص قربت على الانتهاء فده بيتابع الكلام ده ولما بيعمل الجرد بتاعه ويلاقي أنه فيه منتجات قربت لو هي منتجات غزائية قربت مدة صلاحيتها على الانتهاء فبيجي هنا الخطوة اللي هي بعد القادمة اللي هي الخطوة الأخيرة اللي هي إدارة المسترجعات تمام بعد ما عمل الجرد بتاعه بيجي على مرحلة سد العجز هو لما إحنا مش بنقول بقى عجز أن فيه حاجات تسرقت أو أن حاجات نقصت من المغزن بطريقة غير مشروعة لا إحنا نقصد أنه منتج من المنتجات نقص في المغزن فبيبلغ إدارة المنشأة أو الإدارة بتاعت المغزن أو إدارة المنشأة الصناعية المصنع بيبلغهم والله أنا المادة الخام الفلانية أنا حصل عندي أنه خلاص قربت على الانتهاء أو خلاص بدأت تنقص فنعمل حسابنا أنه نشتري أو نستورد المادة الخام دي بحيث أن إحنا نبقى عندنا يبقى عندنا وقت يبقى عندنا المادة الخام جاهزة للقيام المطلوب منها أو توردها للمنشأة الصناعية إدارة المسترجعات إدارة المسترجعات دي بتبقى إدارة خاصة بعملية المرحلة اللي بعد جرد المنتجات أو جرد المغزون جرد المغزون إحنا قلنا أنه بيشوف إيه اللي نقص عنده بيشوف إيه المادة الخام اللي تم سحبها باستمرار والطلب عليها ونقصت بشكل معين فبالتالي بيبلغ أنه أو بيبدأ يطلب المادة الخام اللي موجودة اللي نقصت بحيث أنه يبقى فيه اكتفاء منها باستمرار وده بتبقى بيجي بعدها إدارة إيه المسترجعات إدارة المسترجعات دي إحنا قلنا أن بعض المخازن بتبقى خاصة بتخزين المواد الغذائية والمواد الغذائية إحنا قلنا لها مرحلة أو لها فترة صلاحية أو مدة صلاحية فيه منها الست أشهر، الثلاث أشهر، فيه منها السنة يعني مدة الصيانة خاصة، مدة الصلاحية خاصة بكل مادة غذائية على حدة بيبدأ بعد كده الجزء اللي هو دخل فيه فترة الصلاحية أو قارب على الانتهاء فترة صلاحيته بيبدأ أنه هو يعمل إدارة المسترجعات بقى تقوم بدورها هنا تبدأ ترجع أو تتصرف فيه المنتج اللي هو قارب على الانتهاء أو مدة صلاحيته كانت أرابط على الانتهاء بيبدأ يتصرف فيها بترجع ليه لو هي انتهت بترجع ليه المصنع، بترجع ليه المنشاقة الصناعية للمكان اللي إحنا جبناه منه وبالتالي بقدر أحافظ على رأس المال والتكاليف لأنه ما قدرتش أحافظ على مدة الصلاحية وانتهت فده بيأثر معي في التكاليف والتكاليف النهائية للمنتج للأسف انتهى وقت حلقتنا تمنياتي لكم دوام التوفيق والصحة والعافية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته